تخيل معي كده ان يختص بست عجوز عندها خمسة وستين سنة وبعد كده يخنقها لحد ما تموت يعني اختصاب ست عجوز بدون رحمة ولا انسانية ومش بس كده لأ ده كمان قتلها شوف بقى حكمة ربنا في كشف الجريمة مش هتصدق ازاي الشرطة قدرت تعرف الجن الحقيقي لو انت مهتم تعرف القصة ما تنساش تصلي على سيد واشرف الخلق سيدنا محبب في سنة 1999 في شهر 11 في ست عجوز من عمان وبالتحديد من ولاية سحر الست دي تقريبا كان عندها ما بين 63-64-65 سنة عايشة مع جوزها وابنائها حياتها كويسة و بسيطة حياة مستقرة و بسيطة المهم ان الست دي وجوزها كانوا شغالين في رعاية الاغنام في الصحراء كل يوم الفجر كانت الست العجوزة دي متحوضة انها تطلع تجمع شوية حشائش عشان تأكل بيوم الاغنام كانت كل يوم الفجر كانت بتقوم كده تاخد جولة في الصحراء وبتجمع فيها اكل الاغنام كل يوم الفجر كانت بتعمل نفس المهمة المهم في يوم من الايام السيطة العجوزة تلعت عشان تجمع الحشائش للاغنام و مرجعتش جوزها رجع من الشغل مالقهاش استغرب متعود انهم تقريبا بقالهم اكتر من 45 سنة عايشين مع بعض و متجوزين متعود ان كل يوم لما يرجع لازم تكون في انتظاره لازم تكون مأكلة و مشاربة الاغنام و في انتظاره المهم جوزها رجع في اليوم ده من الشغل مالقهاش مالقهاش في انتظاره كالعادة استغرب كده في حاجة غريبة دي اول مرة تعملها من 45 سنة اول حاجة الزوج فكر فيها ان يدخل عند الاغنام و يشوف لو قدامهم اكله على شرب كده هيفهم انها طلعت تجمع الحشائش و كانت اكلت الاغنام و طلعت راحت اي مشهورة لحاجة الله اعلم ايه اللي حصل المهم ان هو دخل عند الاغنام مالقاش برضه قدام الاغنام والاكله على شرب ولا هي موجودة بدأ الزوج يدور في كل البيت بدأ يدور في كل مكان في البيت مالاش اي اصل بدأ يسأل الجران محدش شفها من ساعة ما طلعت الفجر علشان تأكل الاغنام او تجمع الحشائش من ساعة ما طلعت الفجر ما رجعتش محدش شفها هنا الزوج بدأ يحس بالقلق فما كانش قدامه اي حل غريبة استنى الراجل اللي قدامك ده اسمه باسم صلاح والحقيقة هو تعب جدا في الفيديو فما تنساش تعمله سبسكرايب و لايك ان هو يبلغ الشرطة ست عجوزة عندها خمسة وستين سنة ما فيش اي مشاكل مع عجوزها وكانت حياتها كويسة يعني اختفاقها بدون سبب و بدون اي مقدمات لا في حاجة غلط يعني ست عجوزة عندها خمسة وستين سنة كل جرانها بيحبوها القرية كلها كانت بتحبها فاختفاقها كده فجأة جنن الزوج زي ما قلتلكم الزوج اضطر ان يبلغ الشرطة وفعلها راح اسم الشرطة وبلغ عن اختفاق الزوجة بعد يومين بيجي بلاغ للشرطة من واحد راعي اغنام ان هو وهو ماشي بيلم الحشائش للاغنام بتاعته لقى جثة جثة وسط الحشائش بلغ الشرطة والشرطة وصلت مكان البلاغ وفعلا لقوا جثة لقوا جثة بنفس اوصاف الست العجوز الشرطة بسرعة بلغت الزوج ان لازم يجي وفعلا الزوج روح واتعرف على الجثة وكانت هي جثة زوجته جثة الست العجوز بس لحظة الشرطة حاست ان فيه شبهة جنائية ليه بقى؟ عشان لما الشرطة لقت الجثة لقواها مربوطة من عند رقابتها بالعباية او بالوقاية اللي هو اللبس البدو يعارفين انت اللبس البدو ده؟ لقواها مربوطة من رقابتها ومخنوقة بالوقاية اللي كانت لابساها المهم ان هي ما كانتش مجرد وفاة طبيعية الشرطة رفعت الجثة للتب الشرعي وهنا كانت الصدمة جي تقرير التب الشرعي ان ست العجوزة اتعرضت للاختصاب وبعد الاختصاب اتعرضت للخن لحد ما مات ست عجوزة فاضلة كل الناس بتحبها عندها خمسة وستين سنة تتعرض للاختصاب والاكل الموضوع جنن الناس مين اللي يقدر يعمل كده؟ الست كان عندها خمسة وستين سنة وكل الناس بتحبها يعني تقريبا كل الناس كانت بتحبها اه كل الناس كانت بتحبها كانت كل يوم متعودة انها تطلع الفجر تجمحها شاقش للاغنام وترجع تشوف في بيتها وحياتها ففي حاجة هنا غلط الناس كلها كانت هتتجند مين اللي يقدر يعمل كده في ست عجوزة عندها خمسة وستين سنة؟ زوجها كان متوقع انها اتخطفت والخطفة كان طمعان في الدهب اللي كان معها عشان لما لقوا الجثة ملقوش الدهب بتاعها في ايدها فالشك انها تكون جريمة قتل بهدف السرقة لكن بعد تقرير التب الشرعي تلع في اختصاب هنا كمان الزوج كان هيتجنم بعد تقرير التب الشرعي بدأت الشرطة في البحث بس هنا كان عندنا مشكلة الجثة كانت في وسط مزرعة وسط عشرات المزارة وكل مزرعة فيها مئات العمال يعني الموضوع صعب دايرة الشك صعبة جدا على الشرطة فدي كانت مشكلة الشرطة فضلت تدور تدور كتير مفيش اي امل مكانش قدامها اي حل غير انها ترجع للتب الشرعي هو اللي يقدر يساعدها يعني يدور في الجثة على اي حاجة اي دليل اي خيط الشرطة تبدأ من عنده وفعلا التب الشرعي اشتغل ووصل لحاجة هتساعد الشرطة الجثة كان في عليها طينة على رمل على شوية تراب دا طبيعي هي كانت مرمية وسط مزرعة او شغالة في لم الحشائش من الارض فطبيعي تكون الجثة عليها اثار طينة او رمل او تراب الطينة او التراب اللي كان موجود على الجثة كان من تربة بتستخدم لعك نيائي للزرع الطب الشرعي كمان قدر يوصل للنوع الكيميائي اللي كان مستخدم في التربة او التراب اللي كان على الجثة طب دا كويس يا مساحي كده دليل ممكن يخلي الشرطة تبدأ من عنده طب ازاي؟ باول بس هو الطب الشرعي عملا ايتاني الطب الشرعي mniej اما انسكتش وراح جاب عينا من المكان اللي لاقاه في الجثة واكتشفوا ان طراب اللي كان على الجثة ماش نفس الطرياب الموجودة في الجثة المكان اللي كانت موجودة في الجثة او اللي تم في الجثة التراب率 ما كانش فيه اي م verbessد كميائيه وده معناه ان الجريمة حصلت في مثل مكان غير المكان اللي لؤه في الجثة خالص تده دا غيرة الشك بدأت تضيق شوية ليه بقه عشان كل المزارع هناك مكنت mike انتش تستخدم نوع كيميائي فى الأرض كانت في بت حوالى سبع مزارع بس هم اللى بيستخدموا النوع الكيميائى أو المواد الكيميائية فى الأرض بعد لفوا أخذ عينات من ارض كل مذرع من السبع مزارع وصلوا فى النهاية لمزرعتين بس هما اللى بيستخدموا النوع الكيميائي المطابق هما اللى بيستخدموا النوع الكيميائى المطابق اللى تأ soph Page الشرطة أبدت على كل العمال اللي في المزرعتين وبدأت تحقيق بدأت تحقيق العمال اللي في المزرعة الأولى تمام ما فيش أي حد في العمال عنده شبهة جنائية نيجي بقى للمزرعة التانية الشرطة اكتشفت أثناء التحقيق إن مسؤول الزراعة في المزرعة التانية مش موجود ومختيفي بقاله كام يوم تقريبا كده من يوم الحادث الشرطة فضلت تدور عليه تدور عليه تدور عليه تدور عليه لحد في الآخر ما لقوه شاب عنده 24 سنة في مكتمل عمره متهن بجريمة اختصاب وقتل سيدة عمرها 65 سنة طب ليه يا ابن انت عملت كده قال والله معارف والله معارف ولا فاهم إيه اللي حصل أنا فجأة لقيت ست قدامي في مكان فاضي شبتها من بعيد فضلت قرقبها وهي بتجمع الحشائش الشرطان غواني قربت منها وكنت كل ما قرب كانت العزيمة والأسرارة عندي بيديني دافع إن قرب أكتر وأعتد عليها قربت منها وكتفتها من ظهرها هي ما كانتش قادرة تعمل حاجة كان جسمها ضعيف إنتم متخيلين ست عندها 65 سنة رازم يكون جسمها ضعيف مش هتقدر حتى تدافع عن نفسها المهم يقول إن أنا قربت منها وكتفتها من ظهرها وهي ما كانتش قادرة تعمل حاجة بسبب ضعف جسمها المهم بعد ما كتفتها من ظهرها وخنقتها أغمى عليها وبعد كده فعلت معها الفاحشة بعد ما أغمى عليها اختصبتها هو بيقول بعد ما كتفتها من ظهرها وبسبب إنها ضعيفة ما كانتش قادرة تعمل أي حاجة أغمى عليها وبعد كده ولما أغمى عليها أنا اختصبتها بيقول بعد ما خلصت بدلت أعايط وأنا إيه اللي عملت وأنا إزاي عمل كده أنا كده هتفدح بيقول أنا بعد ما عملت قلت أقتلها يعني السيتي دي لو فائت أكيد هتتضحني بيقول الشيطان غواني تاني واداني دافع إن أنا أقتلها جبت العباية اللي كانت لابساها أو الوكالة اللي كانت لابساها وبدأت أخنق فيها لحد ما ماتت بيقول بعد ما قتلتها واتأكدت إنها ماتت شلتها على ضهري ورمتها برا المزرعة فوزت الحشائش وأخدت دهابها عشان تبقى جريمة سرقة يعني لو الشرطة لقيتها وقلت أبعد كام يوم لحد ما أشوف الأمور هتصير عليها طب بقى ربك والتطور اللي وصل للطب الشرعي في سنة 1999 طبعا لولا الطب الشرعي وصل للمواد الكيميائية اللي بتستخدم في الأرض وقدر يضيق جهة دائرة الشك وهي دي كانت قصة إستة العجوز والأول قصة على بيتك ما تنساش تصلي على السيد وأشرف الخلق سيدنا محمد وما تنساش برضو تعمل للايك واشتراك عشان دعمك هيفرق معي